ما علي ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله تبارك الله يا جماع اشوف الزحمة وين رايحين وين رايحين اه ها كيف الوضع وكي بي سي قال يطول مواقع ممنوعه مواقع ممنوعه مواقع ممنوعه والله يش... داشرين والله انهم داشرين بينهم ضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احياكم الله يا شباب في الحلقة السادسة من Cafe Simulator وفي هذا الحلقة اخيرا الثلاجة اهتفضى يا جماعة الخير ما في احد قام يعتني اثيني ويجيب لي الاكل اللي بسول من يوم ما ابتديت هذه السلسلة وانا كل يوم اقوم احصل اكل في الثلاجة مدني من يجيبه ولكن خلاص راحت ايامي او اني تمشكلت الظاهر مع الحب اللي كانت يجيب لي الاكل كل يوم المهم اه الحين السوق فيه هذا كأنه يقول لي هي طول العمر يكفي بلاستيشن عندك في المحل شوف جايبين لي اثنين اكس باكس اه سعرها بتسعمية سعرها بتسعمية هالكس باكس خلنا نشوف المحل هالمحل يبي له تنظيف شوي يا جماعة اخر حلقة بدنا صراحة نطور كيبوردات والماوسات والكيس نفسه والكمبيوتر نفسه صرنا نطوره افضل شي في السوق باقي الشاشات والكراسي ورضا اطورناها باقي الشاشات والطاولة الطاولة انا من ابناوي صراحة اغيرها يكفي الكراسي غيرناها لان الطاولة مثل ما قلنا افضل طاولات السودة هذيك فيها خدوش وصراحة ما عجبتني بالنسبة للكونسل هنا الكونسل مثل ما تشوفون غرفة الكونسل او صالة الكونسل هذي كلها خلت زباين نجون نشوف كيف الكونسل ماشي سوقه ولا لا بما انه فيه ثنين كونسل برا شوفوا هذا البيسي شريته بغلط راح اجيب طاولة هنا وطاولة هنا ونركب عليها اكس بوكس خلنا نشوف سعر الكونسل موجود اونلاين يقول لي توكي توكي كافيه بتر دان توكي توكي افضل اجنا والله ودي يعرف من انت عشان لو جيت مرتين تدخل اجل يدك الكونسل شوف عندنا الاكس بوكس هذا تقريبا هذا هو اوه بلف تسعمية يعني بره ارخص بكثير ولو فيه ثنين بعد خلاص وهذا اللي نحتاجه يعني سبحان الله كان يعني قلون لي اشتر هذا لا شلناهم بكم تسعمية صحي يعني كأنك وفرت ألف ادخل مع الزحمة كأني وفرت ألف جميل نجيب ريف ثاني ما شاء الله الزحمة فيه موسات نشوف الحظ أمس طورت الموسات والحين صاروا يجيبون في السوق بس هذا مش الموس أفضل واحد فيه حرامي ما سرق شي والله البوديكارد الظاهر هذا كهو صراحة من يوم ما جبت البوديكارد يا جماعة الخير وأنا معادي شفت أي حرامي يدخل يبيننا النظف بس قبل للنظف خلنا نطلب الشغلات الناقصة للكونسل يعني مثلاً اليد حق الأكس بوكس لو تلاحظون يعني كأنهم يفضلون الأكس بوكس اليد أفضل من البلستيشن ولكن البلستيشن نفسه أفضل من الأكس بوكس والحمد لله إنه سوينا مثلاً أربع وخمسة أجهزة من البيس 4 فنطلب واحدة ثانية بس ننتظر وبعدين نحول إلى الطاولة الطاولة طلبنا اثنين ولازم نطلب طاولتين للكونسل هذه واحدة ما شاء الله مثل ما تشوفون يعني سائلها رخيص وخمسة نجوم والكراسي نسيت الكراسي طيب طلبنا الثاني باقي الكراسي بس نطلب كرسيين حق الكونسل هذا واحد على فكر الكراسي مش لازم هذا بطلب هذا ما في خمسة نجوم كراسي هذا خمسة نجوم والله هذا لأفضل تدري بغير الكونسل شكله كله ليه أشتري نجمتين للكونسل استهبل أنا ولا شو سوي أقوله إنه عجبني عشان اللون طيب هذا اللون نفسه وخمسة نجوم خلاص إن شاء الله اليوم راح نطور في المحل خمسة نجوم أبو 3000 لكن راح يكلفني كثير ثاليا اثنين بس للكونسل الجديد وبعدين عاد راح نبيع هذلك كلهم مثل ما تشوفون بدت علنات تشوفون هذي مدري من وجد راح نركب الشغلات هذي هنا وبرجع لكم اليد أبد المراكبة الشاشات الشاشات تحتاج لحالها 8000 تدري الشاشة الوحدة حق الكونسل تكلفني 4000 هذي الوحدة ب 4000 خلنا نشوف الناس كم تغاييم هم التغاييم مرة حلوة 3.75 يعني قربنا من الأربعة كل التغاييم 3.9 لأنه كل نفس الشي الأغراض تقريبا كلها نفس الشي حلو عندي أجهزة فاضية فاضية هذي في مشكلة عندي الستهب كونسل 3 و4 عندي مشكلة فيها كونسل 3 و4 خلنا نشوف 3 و4 إيش المشكلة ليه ما في أحد يقدر يلعب في هذه الأجهزة عندي شكوى 3 و4 أخروا يا جماعة وخروا يا الزحمة نسيت ما نظف المكان وين 3 و4 3 و4 يقول لي في مشكلة اوه ليه الكرسي الكرسي هذا الكرسي موجود يا جماعة الخير لا تستهبلون علي والله استعبات 4 ما في له شي هذا واش كونسل 4 ايش اسم هذا كونسل صفر هاذا وين كونسل 4 ليه هذا كونسل 4 اوه صبر اصبر لسه ما جبت الشاشة الشاشة ما وصلت اوه والله في أغلاط كثير مدري هذي الشاشة اللهر وهذا اخر شي الشاشة للكونسل الثاني لأهل الأكس بوكس الحين حياكم الله وبياكم يا أهل الأكس بوكس البلستيشن فيه اثنين فاضين سبحان الله يعني يجي يلعب أكس بوكس ما يلعب بلستيشن شوفوا عندي أربع جهزة وجهازين من هذا خلنا نشيك على البرودة كيف الوضع حاليا هنا عندي 23 وهنا 23 وهنا كولت رغم أن ما في لام كيف ولا في أي شي وهنا في مروحة ولا في مكيف ولا في أي شي سبحان الله مدرك وهنا كولت هنا في مكيف ومروحة ما شاء الله الفلوس 15 ألف سريع سريع من كثر الناس اللي يجون هذا جالس يتابع من زمان ما ضربت أحد أنا تعال تعال إن شاء الله يا رب ما أخرب شي لا 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 توبة خلاص ما عد بضرب أحد أنا بعد اليوم اللي يتابع يتابع واللي يسوي يسوي ما يخصني ما أنا بضرب أحد والبلاستيشن فاضي أيوة 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 هذا اللي يتكلم عليه هذا اللي يتكلم عليه يا هلا ومرحبة ما شاء الله يا شباب فلوس كثير رحي نجيت قلنا نشتري بوسترات نزين المكان شوي هذا حق سايبر بينك نشتر كل البوسترات عشان التنويع شريتنا هذا للثلاث في بوسترات كثير رح تجيني في كاراتين كثير رح تجيني بعد شوي ما عليكم من الصور يا جماعة بس منظر جمالي كذا وبرضه أفكر أشتري مساحة جديدة مساحة جديدة مساحة جديدة المساحة الجديدة أنا ودي بالمكان الصغير هذا جنب غرفة الأكسبوكس إن شاء الله يكون هذا هلو اشترنا المساحة هذه خلنا نشوف المساحة اللي شريناها الزيادة وخلنا نشتري جهاز أركيد الثاني وين أبو خمسة نجوم هذا هو كم بلاي وذ مي هذه المزة تقولهم كم بلاي وذ مي هذه لازم نحطها على مدخل المحل هذه ولا هنا 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 هذه لازم نحطها هنا كم بلاي وذ مي أراس الآن بيزيدون الزوار ما شاء الله المحل سكر والحين صارت الساعة 12 ركمنا بوسترات بوستر هنا بوستر هنا بوستر هناك بوستر هنا واشترينا المساحة هذه المساحة هذه لازم نستغلها على السريع معي 20 ألف وركبنا بوستر صح هنا واحد زيادة شغلتين ودي أسويهم هنا صراحة أركيد ثاني رح يخليني ملياردير أنا عارف فلازم نأخذ لنا أركيد ثاني ونفس الوقت ما ودي أضيق المساحات هذه مثلا يعني الموضوع ودي أنه يكون جمالي هذا المكان مش عاجبني فهذا الصفر مثلا رح أشتري منهم كثير وعبيه في الخانة هذه الجديدة اللي شرناها وبرضة البيسيات هنا اللي قبل شوية كل شيء مطور فيها خمس نجوم مع عدد الشاشات ما في منتر عندي خمس نجوم بس عندي هذا أربع نجوم ونصف ثلاثة ألاف رح أشتري منها أربعة نطور المكان يعني أفكر قبل لا نشتري المكان الجديد الطابق اللي فوق نخلي كل شيء تحت خمس نجوم هذا الهدف اللي في راسي نشتري الشاشة الثانية ونشوف التقاييم كم كانت اليوم قويتر إز باورفول يعني قوي اي ادفايز رانيك تايم هير وز فن هنا يقول لي في مشكلة عشان في ناس جالسين يتابعون أخي يقهروني هذا خلك في كميتر كيب نحاق خلك في شاشة كان بتفاهم معه ما يخصك طيب خلنا ندفع لجارات ما يكفينا اليوم صراحة نشتري شغلات كتير أدري إذا يمديني ما يمديني يطرب شاشة ثانية ولا يمديني يسوي شيء فخلنا نروح النام عشان نضيع الوقت إذا يمديني لنا الساعة ستة إذا تعدد ساعة ستة ما يصير أقدر أروح نام ساعة ثلاث ام في شغلات كتير ايش هذا او الشاشة الجديدة وصلت الشاشة ثانية وصلت اوكي طيب ام خلنا بس نبيع الشاشتين هذه نبيع وين الجهاز اللي بيع هذا نبيع مثلا الشاشة هذه والشاشة هذه تمام ونصير نحط الشاشة هذه هنا ما شاء الله شكلها خرافي والله شكلها خرافي شكلها مرة خرافي وين الشاشة الثانية اللي قبلشو هنا يهو ايه هنا اوكي والله شكلها مرة خرافي يعني بالله شف الفرق بين هذه وهذه القديمة تمام تمام كل شيء يمين منها خلاص نروح نسكر المحل ونروح ننام كم ساعة صارت ساعة قمس لازم ألحق سريع آه سكر هذا كلوز وامش شريع الدعسة 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 ان شاء الله يبديني نام لو ما مداني نام كل شي رح يخترب لأن السوق ما رح يتحدث ولا تجينا غراض جديدة نام حتى قبل تسكر لهذا سيف قيم ودق المنبه اصبحنا واصبح الملك لله ساعة ثمانية ونص يلا ايش عندنا الثلاجة فاضية لازم نروح نشتري غراض لازم نروح نشتري غراض انا الاول مرة في حياتي بسوي شب بطني بدت تطلع الاصوات فالله ذكرني اول ما بديت في اللعبة طبعا انا دايما يوم اجي هنا بس اشتري اكل ما اشتري شي لثلاجة لكن هنا يعطينك خيار انك تشتري لحين هذا وحصوله في الثلاجة بعدين واكلت واحد هذا محتاجة هذا محتاجة في راسي القيمين هذا الجديد LEDQ أبو 244 لا احنا على بالي الشاشة هذا الجديدة خلنا نفتح المحلس سريع وننظف الحمد لله ما في وساخة تيجي في المكان كويس نظاف اليوم سريع سريع ما اخذت وقت هنا دائما لازم في وساخة عند طاولتي الظاهر انا اللي يوسخ المكان اخر شي سويناه اذكر امس غيرنا الشاشتين هذي باقي هذي الشاشتين انا فتحت المحل بس للحين الظاهر ما حد بيجي خلنا استغل الوقت ونطلب الشاشتين اللي نبيهم بس ما في فلوس مدري اذا يكفي وان الشاشة يابو 5 نجوم هذه ب3000 الوحدة ما يمدينا نطلب الثانية طيب ما عليه ما عليه ما عليه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله الليkie أين رايحين آها كيف الوضع اوقيا بي سي قال大家都 مواقع ممنوعه مواقعت ممنوعه مواقع ممنوعه والله داشرين والله انهم داشرين وينهم ضرب تعال 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 انا قلت اللي الي يريد ول اللي يسوي اللي يسوي والله يسوي اللي يسوي أجلس أضرب واحد أخرب الطاولة كلها اجلس ارتع بمن جديد يا رجل سوي اللي بتسوي خلي التقايم تيجي فاشل ما شاء الله هاذا شفي يا عسكري ما امتكي على الطاولة خلنا نركز الحين على الجهاز الثاني اكيد واحدة من الشاشات بصرتنا الحين ايوه اي شاشة واحدة بص طلبتها خلنا نطلب الثانية المشكلة انهم يستخدمون الكمبيوتر حاليا خلنا نطلب الثانية عشان نبدل الثنتين مع بعض وهذا المنتر الثاني بثلاثة الاف الحين صرنا من جمع فلوس بعدين فجأة كذا اذا يوم واحد ما طورت شي رح تشوفون فلوسه بشكل سطوري بس عليش اجمع اذا ما رح اطور المحل خلنا الحين والمسدس حق البيع نبيع هذه اه هذا قام ونبيع هذه جميل نجيب الشاشة الجميلة هذه والله الشاشة هذه بن كيو الظاهر رفيع ونجيب الشاشة اللي من برع اوكي شوف حتى وصلات اليو اس بي اللي تجيك في الزاوية اي شاء الله شاشة شاشة يعني متعوب عليها 2440 هرتل يعني اللي لعبون بي سي شوف كلهم ما شاء الله تقيموا 4.17 هذا من غير السماعة اوه يمدين نزيد الاسعار كاملة من هنا انا ما انتبهت اكسيس كلوزر افتر تن بعد الساعة عشرة يمديني اعدل اسعار الحين ما يمديني اعدل عشان اليوم الثاني لو زدت الاسعار بيجوني ناس اقل يمكن اها يقولي بي كيرفل نتو بنك راب مدري صراحة الاسعار مناسبة ما ودي ارفعها ولا نرفع الاسعار شوي تراكم والله توصلني 15 الف سريع سريع ما ودي ارفع الاسعار سنطلب اركيت 5 انجوم و 3 انجوم يليت المحل هذا له مدخل ثاني يعني يمتطور مثلا من هنا يكون فيه مدخل ثاني عشان ما تصير زحمة الدخلة طيب نروح نجيب الظاهر نواحد من الاركيد وصل يا خينا جدتني فكرة ثانية نخلي غرفة للابتوب بات لابتوب قيميج يعني غرفة هذيك اللي مجمع فيها اركيد نصير نسوي فيها لابتوب بات قيميج نسوي هذا وهذا انا شريت ثلاثة اركيد بس ما ودي اكرر الموضوع نفس اللي هناك يكون اركيد واركيد يكون ممل خلنا نغير اللابتوب نسوي بالنسبة للطاولات دبر طاولة لابتوب بتكون صغيرة شكلة هذي صغير بنجرب هذه خلنا نشوف هذه بنطلب طاولات كثيرة وبعدين بنختار واحدة منهم بنجرب هذه هذي شكلها كوي وين كونغ كونغ أنا كونغ و 99 أب و رينبو افضل واحدة فيهم 99 أب و رينبو و يعني أجهزة كونغ راح نبيعها يعني أنا فكرت الحين بدل ما أني أروح أبيع الشغلات اللي شريتها على الفاضي يعني مثلا أنا قلت راح أغير اللي هنا صح الاركيد اللي جبته فبدل ما أبيع على الفاضي راح أغير و أبيع كونغ يعني كونغ اللي هنا أثنين هذلا راح أغيرهم و نجيب الشغلات هذه الجديدة نرمي هذا هنا و ننقل هذا هنا نروح نجيب اللابتبات الجديدة أوه الحين نسوي تست للطاولات لا 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 تسوي تست للطاولات برا يا حبيبي ما تسوي تست للطاولات هنا لا نسوي تست للطاولات هنا المشكلة ما يمديك بس هذه عجبني شكلها هذه الطاولة ثانية ووو والله مرة كبيرة هذي إيش هذه لا لا هذي لا لونغ وود تيبل هذي ببيعها ريد كلاون هذي اللابتوب الظاهر ايه هذي اللابتوب راح أجيك بعد شوي وهذي الماربل الماربل ما شاء الله الفلوس 28 ألف هذي الطاولة لا هذي هذي كأجمل هذي أجمل صراحة هذي عجبتني أحأخذها في طاولة واحدة لسه مجربتها يعني شوف مثلا هذي الطاولة هذي مرة حلوة أو هذي ناء راح ابيعها هذي هنا نطيّرها برا هنسبب زحمة وووو كمبيوتر تيبل باقي الطاولة واحدة نسوي لها تست ان بوكسنك اوو غضا كبر هذي شكلها ببرضا حلو والله آه هذي شكلها حلو دقيق دقيق هذي شكل يبغي راي والله شكل يبغي راي والله ثنتين هذال الحلوات هذي أحلى في الطاولات هذي لأنها ما عجبتني ونجيب الطاولة الأولى هذي الطاولة الثانية خلنا نجيب وحدة زيها لأنها عجبتني صراحة طاولات هذي اسمها كمبيوتر تيبل أي وحدة هي اللي هي هذي اه اوكي هل نطلب ثنتين زيادة وطبعا اللف توب قلنا نحتاج لها سماعات هل نطلب لها سماعات كويسة نحتاج مروحة للمكان نطلب سماعة ثانية ونطلب طاولة ثانية على بال ما نروح أن أركبهم كذا بعد أن نجي نطلب لنا طاولات ثانية ما شاء الله وصلت السماعة آم الهل لا ورصيث للطاولات كذا يطلع الشكل باي أنا جتني فكرة أني سنتين يكونون كذا في العرض كذا أربع طاولات ستكون حلوة اوكي نطلب لابتوب بين زيادة وطاولة واحدة زيادة هذي طاولة واحدة زيادة ولابتوب بين زيادة هذا وهذا وسمعتين ما نمدي نطلب اللي واحدة نا مش هذي آه هذي السماعة خطأ طلبتها بالخطأ هدست بلاك هذي طالبها أنا بالغلط هذي طالبها أنا بالغلط هذي طالبها أنا بالغلط هذي اللابتوب الأسود هذي راح أخليه هنا آم في الأطراف بخلي الأسود وفي النصب أخلي الأحمر تضافة حلوة الجدران هذي لو فيه الجدران هذي لو فيه لون أحمر راح يطلع خرافي مع اللابتوب الأحمر هذات كمس ساعة هلازم بساعة خمس الروح سريع البيت النام وهذا الهدست الجديد والله حلو الهدست هذي وهذا المروحة الجديدة هذي المروحة الخرافية أبو خمس ايش 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 اوكي الحمد لله عدت على خير رميت الطاولة بالغلط باقي شو المروحة يا جماعة هذي الجديدة هذي المروحة الجديدة خلنا نركبها في المكان الجميل الجديد حلو والله أحلى من هذي السعودة العادية بس مش وقت عاليا نطور المراوح خل المراوح آخر همي كمس ساعة الحين ساعة أربع لازم نروح سريع بس قبل نروح لازم نطلب جيمينج تشير ثلاثة طلبت أنا حاليا جبت معي واحد حاليا نحن مركبين كرسي واحد وباقينا ثلاثة هذا الأول مخلص وهذا الثاني وهذا الثالث طيب حلوين حلوين طارت الساعة خمس لازم نسكر المحل سريع ونمشي تروسنا سبعة عشر ألف وستمائة هذي أربع صناديق حاليا بس مافي وقت اني اجي اركبها ان شاء الله نجي بكرة ونحصل أربع صناديق ونكمل ان شاء الله بس والله أنا طولت صراحة بالوقت فان شاء الله في الحلقة الجاي هنرتب غرفة اللابتبات ونكمل الطابق اللي فوق بإذن الله ان شاء الله تكونوا استمتعت بالحلقة لا تنسون تقييم الفيديو اللايك مهم اكتبوا لي بالكومنت رايكم بالمقطع او اذا تبون تشوفون حاجة معينة نسويها شكرا لكم على المشاهدة نشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة